ربا ضارة نافعة بس يا رب تكون نافعة ليه؟ ليه بقول أو ليه بتديت كلامي يعني كده لأنه تخيله كده سيناريو أن منتخب مصر كان النهاردة بيلعب نهائي نهائي بطولة أم أفريقيا وتخيله مثلا أنه السيناريو كان زي ما بيتمنى كل المصريين لمنتخب فاس بالبطولة فكان كل شيء هيبقى تمام وفيتوريا ده هيكون أعظم مدرب وممكن يقعد مكانه 4-5 سنين جايين والتحاد الكرة والمسابقات والحضور الجماهيري وقاعدة الناشئين والكلام كل اللي بيتقالوا الملفات كلها اللي اتفتحت بعد خروج منتخب مصر أنا آسف المهين من بطولة أم أفريقيا كان هيتحط عليه أو هيتردم عليه تراب ومحدش هيتكلم فيه وكل الأمور تمام ونكمل زي ما احنا ماشيين عشان كده بقول يا رب تكون نوبة فوآن ويا رب نبص اللي جاي بشكل مختلف عن كل الفترات اللي فاتت لأنه أعتقد أنه وجب وجب وآن أوان التغيير التغيير على فكرة مش في الأسماء ولا في الأشخاص كلامي عن التغيير هو تغيير في الفكر وفيه السلوب الإدارة وفيه الرؤية اللي بص على مستقبل كرة المصرية على الأقل على الأقل عشر سنين قدام خلينا نقول كاس العالم عشرين تلاتين مش ملف بس المنتخب والتغييرات اللي حصلت والمناصب الجديدة لكن كمان طبعا مهم جدا نتكلم على مواجهة شباب لزداد بما أنه احنا بتفصلنا عن المواجهة المهمة والمنتظرة أيام أولئلة جدا أرحب بس في البداية بضيفي سعيد علي المحل الفني اللي هتكون موجود معنا النهاردة في السادسة اللي هاخد رأي وأتكلم معاه في كل ملفات كان خاضر معايا وإحنا بنبدأ البطولة وسمعني وأنا بقول أتمنى وأتوقع عن المنتخب مصر يكون في النهائي مش عارف هيقول ليه النهاردة سعيد مساء الخير وأنا وسهلا بيك مساء نور عليك أستاذ أحمد أهلا بيك أنت بس ما كنتش بتتمنى أنا أنت كنت بتصر أيوة كان عندي إيمانك بص ما جاليش الإحساس ده فوالة نسخة احنا بعد 2010 أعتقد فيه نسختين ما تأهلناش فيهم أو تلاتة مش فاكر ما تأهلناش البطولة ثلاث نسخ ما تأهلناش أساسا للبطولة النسخة حتى النسختين اللي وصلنا فيهم من بولة نهائية مرة قدام الكاميرون ومرة قدام السنغال والنسخة اللي تلعبت في مصر وكانت فيه ناس كتير بيقول لك بما أنها على عرضنا وسجمهورنا يبقىش تطلع مننا ولا نسخة من دول كنت حاسس أن منتخب مصر وقف على رجله باستثناء النسخة دي كنت حاسس أنه لا فيه عندنا سكواد جاهز أنه ينفس على الله صحيح أنا كنت زي حضرتك متفائل كتير وكنت حطيت منتخب مصر في المعابع الزهبي لكن كلامك اللي حضرتك قررته دلوقتي بشيء من الاقتصار زدني إحساس وشعور بأن احنا فعلا رايحين لمنطقة كويسة اللي احنا فعلا على مستوى العناصر جودة أعلى فيه خبرات فيه فريق لعب اتنين نهائي فكنا شايفين أن الفرص بالفعل أفضل ولكن في النهاية نتاج تخبط وعشوائية في القرية المصرية في السنوات الأخيرة نتاج اختيارات خاطئة نتاج غياب تخطيط غياب رؤية نتاج تغليب المصلحة الشخصية والمحابات والمحسوبية في كتير من الملفات خلتنا مرة تانية نعود لما كنا عليه قبل أربع أو سلاسة نواسم لما تكلمنا عن غياب الرؤية غياب التخطيط غياب العدالة والشفافية فيه اختيارات الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر بشكل عام مش بس المنتخب الأول على مستويات ناشيئين والبراعم والمنتخب الأولمبي فبالتالي أنا ما شوف زي ما باتفق مع حضرتك تماما أنها رب تكون ضرة النفعة مش بس على مستوى تغيير الأشخاص زي ما قلت وحي حضرتك جدا جدا أنك دايما بتنتقي مصطلحاتك وبتتكلم عن ضرورة استبدال الرؤية واستبدال أو خلق رؤية يعني خلينا أقول لك هنا بقى هنا اختلاف معاك سنة صغيرة احنا نخلق رؤية لأن احنا فعلا نعمل بلا رؤية نعمل بلا استراتيجية نعمل بلا خطة مشين بشكل ارتجالي طوال الوقت أفراد بيرتجلوا وبيعملوا اللي هم عايزينه لكن آن الأوان بقى نضع خطة ونضع استراتيجية ونشوف مين الأشخاص المؤهلين للقيام بلا أنا قلت الكلام ده بعد الخروج يمكن على طول من البطولة قلت أنه عندنا نمازج يعني قلت أنه دكتور حسن مصطفى لما جيه في رياضة الهاندبول تولى المسئولية محطش أو محقاش نجاحات في الفترة اللي هو تولى فيها المسئولية وقال سلام عليكم فرجعت ريمة لعدتها القديمة أو أنه المنتخب بعد كده لا الرؤية استمرت وتنوبت على إدارتها وتنفيذها الإدارات المختلفة بعد كده واستمر نجاح كورت اليد لغاية لما رغم أنها لعبة ما عندهاش من الإمكانيات تقريبا 10 أو 15% من إمكانيات لعبة زي كورت القدم ما عندهاش من البنية التحتية ما عندهاش من اللعيبة اللي عندها رغبة في أنها تمارس اللعبة المدارس الأكاديميات صحيح عشرة في المئة ورغم كده تقدر تتكلم على أنك تتكلم على منظومة نكحة صحيح وعلى مدار أجيال مختلفة لسنين وسنين طويلة جدا صحيح هاي دي رؤية اللي أنا بتتكلم عليها صحيح هاي دي أنا بتتكلم عن نموذج عظيم جدا دكتر حسن مصطفى بما يملكه من علم بما يملكه من خبرات بما يملكه من تجارب قدر يضع هذه الاستراتيجية واشتغل عليها لكن احنا النهاردة إدارة الكورة في مصر بتدور في فلك نجوم الكورة يعني أنا طول الوقت بشوف النجوم في الاستوديوهات بيتخانقوا يعني يستعينوا بينا حتى كمستشارين يستعينوا وهو ما هو الإدارة مش نجم الكورة ولعيبة وهداف وبيعمل توقع حلوة وشعر وجميل لأ الإدارة فكري مختلف تماما تماما الموضوع بييد خالص عنده النماذج الإدارية اللي تصلح لوضع استراتيجيات وتنفذها وترقبها نماذج مش موجودة ما حد احنا عندنا قلائل اللي يقدروا عمله ده مش نجوم الكورة يعني حضرتك لكلمة عن نموذج الكابتن حسن مصطفى ممكن تتكلم عن دكتور مصطفى مراد فهمي وما له من خبرات في ملف في الفيفا والقرى الأفريقية دي نماذج اللي انت ممكن تدور عليها دكتور كمال دارويش الدكتور عبد المنم عمارة تتكلم عن اسمها املاقة في علم الإدارة مش بتتكلم عن لعيب كورة كاللابس تشارت ودروقتي قادر يخطط ويعمل استراتيجيات تعرف كمان زيو علي الكونتراست اللي خلى فيه احساس كبير بالنمو لا ده احنا وراء قوي انه كمان فيه منتخبات جات من وراء جات من الله شيء كاتش موجودة على الخريطة اساسا يعني بركينا فالسو مثلا في السنوات الاخيرة الرأس الاخضر لسه كنا نتكلم عن كونجو ديمقراطية واحد من المنتخبات اللي عجبني جدا جدا في البطولة المنتخبات دي ما عنداش لوبع الإمكانيات اللي انت بتتمتع بيها على مستوى الكوادر على مستوى الإمكانيات المادية على مستوى البنية التحتية على مستوى الأندية على مستوى التاريخ تقريبا ما فيش رصيد صحيح وبيستعينوا بأجانب يخططولهم ويضع لهم استراتيجيات وبيشتغلوا بيها وفي النهاية قدروا يعني يعني تتستحي لما تشوف بلد 3 مليون نسمة 3 مليون نسمة بحق أفضل من ان انت بتحققه يعني حاجة مهجلة جدا يعني الصروة البشرية اللي منتكلم فيها بلد قارب على 120 مليون مش عارف نفس بلدان 3 مليون و5 مليون بصراحة يعني حاجة مهجلة جدا 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 بتكشف على العوار اللي احنا عايشين فيه وتكشف احنا رجعنا لفين يعني يعني نتمنى بقى لمرة لمرة ان احنا نجيب الناس المؤهلة انها تفكر انها تضع خطط انها نشتغل من خلال اتمنى بس انا شايف ده ما بيحصلش صفت الاراء ممتسمة جدا على فكرة تولي كابتر حسام حسن مسؤولية المنتخب على الرغم من انه اعتقد انه اكتر اسم تردد او ناس طلبت بان يتقلل المسؤولية في اوقات كتيرة جدا بالذات بعد رحيل كارلوس كيروش كان حسام حسن شايف شايف دي حاجة لامتصاص غضب الناس ولا هو فيه فعلا ارادة لدعم حسام حسن ونجح تجربته لا واقول حضرتك حاجة اتحاد الكورة الدكتورة شرف صبحي و استاذ احمد دياب رئيس الرابط البلاندية كانوا اتفقوا مع قارلوس كيروش على تدريب منتخب مصر وتم الاتفاق على العقد بقيمة راتب العودة تقصد العودة لمنتخب مصر بمية خمسة عشرين الف دولار وتم الاتفاق بس رجال حط الشرط قالوهم انا مش عايز اتواصل مع عضاء تحت الكورة ومحدش منهم يشرف علي فجي مع دكتورة شرف صبحي احضر استاذ جمال علام وقاليد الدراندالي ولا نعمل لجنة رباعية احنا اللي هنشرف على المنتخب مع بعض فاحنا نبقى منتواصلين مع كيروش وانتو أداة التواصل بيني وبين كيروش ده الكلام ده حصل 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 قبل حسام حصل عشان اقولك ان حسام حصل ما كانش اغتيارهم يعني انا هقولك في النهاية حسام حصل كان فرض عليهم فبالتالي لما رجع جمال علام نقل الكلام ده لعضاء مجلس الإدارة قالوله لا احنا اللي نضطر نشتغل مع حد بيعملنا بالشكل ده ده فيه اهانة وتقليل منه بلغ الستاذ جمال علام ودير الشباب والرياضة قال له الناس رفض عندي كيروش تاني يوم الصبح تاني يوم الصبح جالوا تليفون قال له تعالي عشان توقع العقد مع حسام حسن طيب الناس مش الناس قال له تعالي عشان توقع عقد حسام حسن ده الطريقة اللي بتدار بيها وتم اختيار بيها كابتان حسام حسن ولا عدو في اتحاد الكرة تم اخذ رأيه في حسام حسن بالاساس وكلهم فيه احد الاعضاء كابتان حسن الإمام قال له انا بستكمل الست شهور اللي جاية شكليا كانني مش موجود انا قدمت استقالتي مرة واثنين وانتو مش موافقين وعشان الشكل والرأي العام ده فيه هنا اسئلة كتير جدا وعلى ما تستفهم كتير عايزة اسألك فيها بس اسمح لي نروح لفاصل نرجع نفهم ايه كواليس الموضوع نظام او اسلوب مختلف في الفكر والادارة والاهداف يعني اغلب الاسماء اللي ظهرت قدام حضراتكم حضراتكم دلوقتي ما هتلاقي غالبا يعني هتلاقيها متحقاش ببطولات كبيرة متحقاش انجازات كبيرة جدا لكن هي بتشتغل باسلوب وفكر تحقي المكسب المادي يعني عندها مثلا زي ايكس امستردام عندها زي بانفكة البرتغالي عندها زي بروسيا دورتموند الالماني عندها دي ما تلاقيهش مثلا بتنافس دايما وبتحق كل سنة لقب على المستوى الاوروبي لكن على المستوى المالي مدرسة تدرس في فكرة انها العين الخبيرة اللي بتجيب الموهبة برقم قلال جدا تستفيد بينه فنيا موسيبين ثلاثة تعيد بي وبعد كده تحقق ارقام مالية ما هو لجب يعني جانب البزنس في الرياضة ما عنديش مال عناك تعمل ده يعني بس وما تطلع كذبان في الاخ حزبة في الورقة والقلم النهاية تبقى مكسب تكسب ألقاب تكسب بطولات تكسب فلوس دي حاجة بقى ترجع لك حد دي انت عايز ايه وبتتكلم فيه هرجع للموضوع اللي وقفنا عنده قبل الفصل مع سعيد وهي قصة ايه حكاية كارلوس كيروش مع منتخب مصر وازاي دخل اسم كابتن حسام حسن وهل كان فيه اسماء تانية مرشحة لتولي المسئولية وقفنا عند قصة انه كان لس كيروش وافق تمام واتفق على التفاصيل بس كان ليه شرط انه ما يتعاملش مع المسئولين في اتحاد الكور تمام وده بالنسبة لهم كان مرفوض صحيح بعدها بعد مع أعضاء اتحاد الكور رفضوا والكابتن حزب إمام قال اننا هتعمل هيتم هستكمل مرحلتي اللي جاية موجود بشكل سوري بشكل سوري عشان انا مش عجبني الأوضاع وفيه أحد الأعوضاء برضو لما تم اختيار كابتن حسام حسن يعني تم فرض كابتن حسام حسن عليهم قال كده بالنص قال انا ممكن اطلع في الإعلام دلوقتي واقول ان انا محدش خد رأي في حسام حسن انا عرفته من التلفزيون ومن الإعلام والله ده حصل نصا كده أحد الأعضاء قال كده في الإعلام أحد أعضاء مجلس اتحاد كابتن حسام حسن مكنش حد حضر الاجتماع مع حسام حسن غير كابتن جمال علام عشان يوقع العقود ووقع العقود بالفعل وحاليا بيدور خلاف ما بين اتحاد الكورة وكابتن حسام حسن حول الجهاز المساعد طيب خليه بس قبل ما وصل الجزئة دي يعني اتحاد الكورة كان معترض أو رفض وجود كارلوس كيروش وما كانش عنده رغبة في انه كابتن حسام يبقى موجود على المشا طيب هقبل ده جزئيا هل كان عندهم طرح هل اكتفوا برفض اللي تم عرضه ولا هم كان عندهم طرح معين كان لسه في مرحلة استكشاف الموضوع ولكن عندهم رغبة في استمرار فيتوريا مثلا لا لا فيتوريا خلاص يمكن كابتن حسن ينطرح عليه قال له ايه رأيك نخفض المرتب للنص ونطلع للرأي العام نقول له كده قال له لا مش هخفض ايا شي فالفكرة دي كانت من بدري قوي ترافضت فخلاص بقت هامش يعني كان في رغبة انه يستمر عند حسن امام بس عند حسن امام قالها هشوفه لو وافق هبدأ اقنع من بصدارة فترافض من بدري كان فيه هيرفي رينارد وديسابر هيرفي رينارد سمعت اسم هيرفي رينارد في الموضوع اه رينارد طبعا في البداية ولما توصل مع احد الوقلاق للمدرب بالمناسبة يعني اللي يتمنى انا شخصيا تمنته هنا من قبل ما يروح السعودية يلعب معهم بكس العالم يا خبتن بعد حصوله على ام افريقيا مع زنبي هو اللي عرض نفسه على تحاد الكورة انا اسمعت المعلومات ده من بدري قوي يعني عرض نفسه من بدري جدا كان نفسه يتولى مسؤولة ام افريقيا لانه كان شايف منتخب مصر الجيل العظيم اللي بحققت ام افريقيا فشايف ان دي بلد عظيم قادر يعمل معه اذا كان مع زنبيا بإمكانات متوضعة قدرت تاخد ام افريقيا فما بالك مع اهم بلد افريقي فكان شايف انه يدر ام افريقيا مع زنبيا ومع كوتيفور ومع كوتيفور بعدها يعني هو قبل ما رأيه كوتيفور عنده خبرات كبيرة جدا في الكرة الافريقية اه قبل ما اتقرب كوتيفور كان عنده رغبة في تدريب المنتخب المصري لما اتعرض عليه الامر في البداية قال لهم مفيش مشكلة لكن بعد نهاية اولمبياد باريس هو بيتولى حاليا تدريب منتخب فرنسا للسيدات اه ويمكن كوتيفور حاولت استعارته في البطولة بعد دور المجموعات لكن الاتحاد الفرنسي رفض وهو كان موافق انه يكمل البطولة مع كوتيفور الشهر ده لحد ما يرجع يكمل مهمته مع متخب فرنسا للسيدات بعد ما تم العرض عليه من احد الوقالاء قال لنا موافق بشكل مبدئي بشرط ان احنا نبدأ مهمتنا بعد اولمبياد باريس تمام بعدين تم يعني بعد شهر سبعة سبعة السنة دي صح؟ شهر أورسطس أو تماني اه يعني يجي في اخر السنة دي واقترح كمان قال لو توافقنا ممكن الجهاز المعامل بتاع يقود الفريق في الفترة اللي جاي هو اقترح كده آآ بعد ما تم بعدها دهki景ام ده كان مع مسؤولين في تحاد الكورة ولا كان مسؤولين في وزارة الشباب كان مع مع استاذ جمال العلام آآ مع اتحاد الكورة آآ مع تحاد الكورة رئيس تحاد الكورة آآآ بعدها تاني يوم تم عقد اجتماع ما بين استاذ جمال العلام وهيرفر رينرت آآ بالفيديو الرجل ما اقتنعش بالكلام حاس أنه هو قدام حد هاوي جدا وأنه غير مقتنع بقى كلام بيتقال وحاس أنه ما فيش مشروع ما فيش خطة هو اللي عبر عندي أو صرح بدا هو رفض بشكل كامل رفض ليه قال لي وكيله مش مقتنع بلي بيقولوه حاس أنه فيش حاجة ليه معلومات أنا مسؤول عنها تماما كل الكلمة بقولها أنا مسؤول عنها تماما قال أنا مش مقتنع بالنناس دي عندها حاجة وطبعا في الـ 24 ساعة اللي حصلت ما بين موافقة مبدئية إلى رفض تام أنا تحليلي بقى الموضوع موافقة مبدئية أنه يتولى مسؤولة منتخب مصر بعد انتهاء أولمبياد باريس يجي يشتغل ويمسك منتخب مصر دي كانت موافقة مبدئية بعدها بـ 24 ساعة بقول حصل الاجتماع حصل الاجتماع أونلاين خلال الاجتماع ده هو شايف أنه ما فيش مشروع متقدم ده جانب الجانب الثاني ظني ده تحليلي بقى أنه الراجل يعني راجع شوية اتحاد الكورة ده عامل إزاي في السنوات الأخيرة أكيد أرى مئات الأخبار عن عشوائية وتخبط عن أزمة كيروش عن أزمة شرط الجزاية بتاع فيتوريا اللي هي متصدرة كل مواقعنا في الساعات الأخيرة فأكيد شاف أن ده ناس مش محترفة دنيا هنا مش متطمنة بالزبط وتأكد له من خلال كلامه مع الأستاذ جمال علامة هو حاس أنه مش قدام عقلية بتمتلك فكرة أو رؤية فبالتالي رفض الموضوع تماما ثم استقبل للأستاذ جمال علام زي ما قلنا اتصال من وزير الشباب والرياضة تعالى عشان قاطر حسام حسن هيتم توقيع العقود تم توقيع العقود مع كابتن حسام حسن في اللحظات الحالية اللي أنا مع حضرتك فيها في خلاف حوالين الجهاز المساعد اللي هو هيتم إعلانه يوم الأربع اللي جاي واللي لسه ما تمش الاتفاعله اتحاد الكورة عايز في جهاز الكابتن حسام حسن الكابتن سيد معوط والكابتن أحمد الكاس في حين ان الكابتن حسام حسن رافض الاتنين ومتحفظ عليهم وبيقول ان أنا محتاج عناصر أصغر ليه محتاج عناصر أصغر بيقول ان احنا لازم ننزل بسين شوية لازم ندي فرصة لجيل جديد وكأن مثلا الكابتن سيد معوط يعني ايه الراجل يدرب مثلا عشر تجارب خمسشار تجاربة فما يستحقش فرصة فيعني شيء غريب جدا من الكابتن حسام حسن الحياة ما كنتش متوقع وما قدش منتظره لكن اعتقد ان في النهاية مش هياخد المساحات الكاملة لان انا عندي معلومة نتقال له من اللحظة الاولى ان اي مشكلة معناها عدم استمرار الجهاز اي مشكلة هتحصل مع اول مشكلة هتحصل الجهاز هيتم إقالته تقال له كده في مكتب وزير الشباب والرياضة ان احنا محتاجين هدوء محتاجين ان نشتغل بشكل بعيد عن الإصارة وبعيد عن التراشق فا اي مشكلة ممكن تحصل الجهاز مش هيكمل فبالتالي اعتقد ان هو لازم يرضخ خاصة مع علمي الكامل والتام بان محمد صلاح تحفظ على اختيار حسام حسن في التصار رسمي مع المسؤولين وقال ان ما ينفعش تجيب حد بيشتمني شايف ان ما كانش ينفع دي برضو معلومة انه على مسؤولات الشخصية في حالة توتر في حالة تواجد كابتن حسام في الجهاز رغم انه اللي تقال قبل كده انه في وفاق انه في وفاق انه انا لعب في منتخب مصر واي ان كان اسم المدير الفني اللي هيحتاجني او يطلبني في اي وقت هيلاقيني صحيح وهتلاقي الكلام الرسمي كله كده لكن اللي حصل في الكواليس الى الان اتحدى اي حد يقول ان كابتن حسام تواصل مثلا مع صلاح ما اتواصلش مع صلاح ولا ومحمد صلاح لحد اللحظة دي بيرضوه يعني فيه اتصالات معاه ان المرحلة محتاجة كابتن حسام ويعني مع كامل احترامي صلاح وحبي دي وتقديري في النهاية انت بتلعب الاسم المنتخب بصرف النظر هو ده صحيح بس في النهاية في النهاية يعني حد بحجم صلاح لازم يبقى فيه توافق مع المدرب اللي هيشتغل معاه يعني مثلا مارادونا منجحش مع ميسي لما كان مدربه يعني ومعروف ان فيه حالة ضغيرة بيامرين مارادونا وميسي اي انا مش بقول ان انا ما ينفعش كابتن حسام حسن لا انا اقول ان انا امهد لان يكون فيه علاقة وفاق بين حسام وكابتن صلاح ما فاجأوش بيها لان انت في كل مرة اخترت مدرب لمنتخب مصر استشارت محمد صلاح ليه المرة دي؟ التعديد لم تستشيره لا لا دي معلومة جديدة علي لا ده حاجة معروفة يعني اي مدرب يتفاوض او يتم ترشيحه لازم محمد صلاحي وافي عليه لازم محمد صلاحي وخلبيك ان شخصيا مش ضد ده لان ده بيحصل مع ميسي بيحصل مع بابي بيحصل مع كريستانو رونالدو انت بتتكلم مع حالة خاصة في حالة هتتلاقي جوه كل مؤسسة موظف ما لا تنطبق عليه قواعد البصمة لا تنطبق عليه قواعد التأخير والحضور والانصراف فيه ميسي في كل حتة في كل مكان فيه ميسي فيه رونالدو فيه كريستانو فده بيحتاج معاملة خاصة لان اثره ومرضوده من زي البقية فبالتالي انا مش ضد ان انت تأخذ ان انت تتشير محمد صلاح لكن ضد ان صلاح يفرض مدرب واحنا هنا نختلف على 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 مفهوم ميسي يعني مفهوم ميسي اللي هجيب لي كاس عالم مفهوم ميسي اللي هجيب لي بطولة بطولة قراء يعني هو ده ميسي صح يعني رونالدو جاب للبرتغال بطولة اووروبا لا انا مش هيسها كده قوي بقدر ما انا هيسها برضو بان محمد صلاح هو الرجل اللي بد ده على كده بقى جيل تريكا وبركات وحسام غالي وابراهيم سعيد وقل الجمعة والحضري وزيدان وعمر زاكي ده الكلهم ميسي يعني على كده مطش البرازيل ده اللي في كاسة قرات ولا ايطاليا اللي احنا كسبناها بجول حمص يعني مش هو ده لناس لو احنا بنقسها بالأثر والنتيجة فانا بشوف أثر صلاح كفرد كبير جدا بس هو هو ما كانش معزوز بجيله يعني في النهاية برضو هو لعب معا جيل وليل ولعب معا جيل مش بنفس القدرات الجيل اللي كان مع تلك انت بتتكلم معانا اسماء كلها في كل المراكز قوة كبيرة جدا جدا لكن محمد صلاح هو فيه فجوة كبيرة بينه وبين أي لعب آخر هو هو لعب عنده حاجات كتير جدا جدا جانب مجنوعة يعني ونقول كمان أنا فكرة بالأرقام وهذا عشان بس الكلام ما يتفهمش أو يتفهم بشكله الطبيعي بالأرقام أرى بشوف أنه تريزي جي هو نجم الجيل ده مع منتخب مصر يعني لما تيجي تشوف التأثير أو الأهمية التواجد أنا بحب صلاح جدا وما تفتكرش أنه في أي مرة حقق إنجاز ما فرحتلوش من قلبي واتمنت له أنه السنة دي ياخد بلون دور بس بس في النهاية أنت ما تيجي تحسابها أرقام بعيدا عن العواطف أنا بشوف أنه تريزي جي هو أهم لعب منتخب مصر في الاربع خمس سنين الأخير وأنه كان سبب عائيسي في وصول مصر للكلسة العالم يعني مثلا يعني لو بتقسها كده يعني لو في حد معاملة خاصة يبقى تريزي جي أرفع سماعة التليفون على تريزي جي أقول له تريزي جي إيه رأيك نجيب مين يتولى مسؤولية منتخب مصر هو نفس الكلام ده بيقال عن ميسي برضو أن دي ماريه هو اللي بيسجل هدف الفوز فبيتقال برضو لكن هو الأثر ما بيتقس باللقطة الأخيرة يعني يعني هدف تريزي جي حصل على ضرب الجزائق صعب نبيع كسع عالم لكن الأثر الإجمالي هتلاقي أن صلاحه طول الوقت جوة الملعب الخصم الخصم مرتبق بسببه وبيبني عليه بيسيب لك مسحة بسببه فهتلاقي مش المطش ده بس المطش اللي قبله واللي قبله والمجموعة والمشوار كله فهتلاقي أثر الصلاح إجمالا هو هو أثر ميسي إجمالا في كأس عالم مش اللقطة اللي خدها دي مريه في الآخر لكن في النهاية في النهاية لازم يبقى في ناس تاني جبا بصلاح تريزي جي دوره كبير جدا جدا لكن هو شخصي خلينا أخذك شو لأنما قبل ما أنت تدخل معاه لهوا عطول سعيد قلت أنا النهاردة لو جبت بيب جورديولا أو حتى لو قبل البطولة جبت جورديولا والأنشلوتي والتشابي ألونسو حتى اللي بيقول ABC سنة أولى تدريب مكسر الدنيا برضو بتهايلي أنه النتيجة مكتش تختلف كتير فقصة مش قصة اسمه مدير فني لما أبص للـ 24 الأخرانيين للألفية الجديدة أبص لعشر سنين منوارين قوي الكرة في مصر فيهم كتراحة في حتة تانية على مستوى الأندية وعلى مستوى تقريبا كل المنتخبات مش بس منتخب أول صحيح تيجي تبص العشرة اللي بعدهم تلاقيهم تقريبا مظلمين صحيح عدم قدع على التأهل حتى لبطولة اللي مش الفوز ده أنت مش قدرت تتشارك في البطولة تتأهل المشاركة في البطولة لما بتوصل حتى لتحقيق إنجاز مبارانة هائية بتوصل بشق الأنفس ومستوى الناس مش مبسوطة من المنتخب فيه لما بتوصل للكسع عالم آه بنفرح إن إحنا بعد غياب لكن في النهاية بتعمل مشاركة باهتة جدا حلو جدا في عشرتين الفرق بينهم 180 درجة يعني بالتأكيد بالتأكيد مش قصة مدير فن ورا سرج يعني وعظيم قوي قوي إن حضرتك رصد يعني الحقبتين فوارق جسيمة ما بين حقبة وحقبة طيب لما نيجي نشوف الحقبة الأولى العشرية الأولى من هذه الألفية ونشوف قوامها هتلاقي إن 70-80% من قوام هذا المنتخب هو نتاج لمشروع اطلق في بداية التمانينات واستمر في التسعينات أو منتصف التمانينات إلى التسعينات كان اسمه مشروع البراعم واكتشاف الموهوبين الرجل ده المشروع ده معروف جدا جدا الأسسو وأشرف عليه الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب السابق وكان نتاجه مين كان نتاجه أماد متعب وعمر زكي ومنتخبات منتخبات الشباب اللي هي وعندك المنتخب بتاع خصاني غالي أو المنتخب 2001 اللي حصل على لا يرجع ل95 بطل أفريقيا منتخب مصر مش متذكر دي روت كرول كان متولي مسؤولية منتخب مصر لطلع عبدالسطار صبري وسامي أمصان وحزم إمام وأحمد حسن ومحمد عمارة أنا مش متذكر الجيل دا قوي والجيل دا هو خده كابتن جوهري وحط عليه لعيبة خبرات وخد بيهم بوركينة فاسو 98 بعد كده شوق غريب منتخب الشباب تالت كاس عالم في 2001 أعتقد كانت في كندا تقريبا حاجة كده بطلت عالم وصلنا خدنا مركز ثلاث عالم بفريق الشباب صحيح صحيح هو أول مصر مش متذكر قوي أن الجيل دا كان فيه عناصر منه بدأت في مشروع البروعة مواتشاف الموهوبين ولا لا اللي هو أطلق في التمانينات لكن الأسماء اللي أنا أعرفها ومتأكد منها تماما اللي هو جيل 2001 جيل 2001 اللي حصل على برونزيات كاس العالم ثم جيل منتخب شباب حسن شحاته في الإمارات اللي وصلوا دور التمانية المنتخبين دول بنوا قوام منتخب أول دعهم ببعض عناصر تانية فكانوا نتاج تخطيط بالأساس فيه ناس دي تقولك فلان جي من برم مشروع وفلان طبيعي لكن المهم الأهم البنى الأساسي البنى الأساسي كان مشروع رح مصر كلها من أسوان لسكندرية لف في كل حتة دخل كل مدينة في مصر يعني أنا هروح محافظة فيها عشر مدن هروح المدينة دي فيه ثلاث أيام اختبارات بيشرف عليها فلان هيتم اختبارهم بعدها بأسبوع تاني تبتعال هروح المحافظة بعدما روحنا المحافظة عملنا تجمع ثلاث أيام بعدها بشهر هروح تجمع منطقة شمال الصعيد جنوب الصعيد الدلتا وكذا كذا هنأعمل تجمع لمدة أسبوعين للمواهب دي بالتجمع الأول التجمع الثاني التجمع الثالث في النهاية قدرت تدي فرصة واثنين وثلاثة وعشرة لكل موهبة في مصر وصلت لكل حتة هل احنا نمتلك مشروع بيجوب مصر وبيدي اللاعب فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ولا احنا دلوقت مقضينها أكاديميات وسببي ومشاريع كده ملهاش رأيك في تعيين كابتن علاء نبيل مدير فني لاتحاد الكورة اعتقد ان اختيار جيد لان الكابتن علاء نبيل الراجل صاحب خبرات قادر ان هو على الاقل في المرحلة دي يعني يخلق بعض الحاجات اللي احنا كنا مفتقدينها هو الحلقة الواصل بالمناسبة هو هيبقى المشرف العام على منتخب مصر الواهمي يعني يعني شفت المهل الواهمي يعني يعني هو مش هيبقى مشرف رسمي لكن هو حسام اتفع مع الوزير ان هيبقى مش عايزة توصل محد غير كابتن علاء نبيل فهو يبقى المشرف على المنتخب هو واحد واضح ان ان الناس مش طائقة بعض ولا انا بيتهيأني مش طائقة بعض يعني واضح كده ان كله مش عايز يتعامل مع كله ودخل الكبير جدا في المنظوم انا هقول لحضرتك حاجة من غير ما اقول اسمع بمجرد اعلان حسام حسن مدير فان المنتخب مصر فيه ناس كتير جدا النجوم كورة كتبوا مجلدات على فيسبوك وتويتر مجلدات العشوائية والتخبط وانت افتكرت التخبط لما تم اعلان حسام حسن هو حسام حسن خلي بالك اثار حالك كدير جدا لان فيه ناس لسه مستنية مناصب ولا عايز بقى مدير منتخب ولا عايز بقى عدو اتحاد كورة ولا عايز بقى رئيس اتحاد كورة وكل الصراعات دايرة في منطقة انا هاخد ايه محدش ولا واحد من الناس دي بيفكر انا امتلك ايه وقدر اقدم ايه هي بتعاملة زي تورطايا كده كبيرة كله عايز يخطف منها لكن صدقني ولا حد بيقرأ ولا حد بيدرس طيب اقولك على حاجة انا في مرة من المرات كنت بيدرس في دبلومة الفيفا لإدارة الرياضية تمام انا بطور نفسي كصحة فيه انا لقيت 12 نجم سعودي سبعة منهم مضراء كورة للأندية منهم الكابتن قسامة هساوي قاد متخب السعودية بقى فيش ولا لعب كورة مصري بيدرس في الدبلومة ليه فيه اتنين نجوم مش هقول اسمقهم كنوا مسجلين اسمقهم وما حضروش ليه انا مش محتاج أدرس ولا زي كده كده هجيبني صاحبي ده المسارق ما بين تجربة السعودية دي الوقتي اللي هي خطاطت وعملوا ايه بعد الدبلومة راحوا نيشاتل سويسرا بيدرس ماستر فيفا أعلى شهادة في الإدارة الرياضية ليه عشان عايز يبني مشروع لبلده هل احنا بنعمل ده يا سيدي عايز يبني مشروع لنفسه لقبل يعني يسيبك يعني لا خليباك ده ده مش جاي بشكل فردي ده من باضر الدولة تخطيط دولة وده الجزء من الحاجات اللي اتكلم فيها كابتن علاء وده واحد من الملفات المهمة فكرة تطوير المدربين بالذات بالذات يمكن جمالي الكرة مش مرتبة قوي بمسابقات النشئين ولا بمواهب النشئين لكن هو ده القعدة اللي في يوم من الأيام هترمي عليها الحمل كله والمسؤولية كلها قواعد النشئين محتاجة مدربين مؤهلين للتعامل مع واكتشاف المواهب والعين الخبيرة والتدريب والآخر دي قصة طويلة وعريضة جدا مش هدخل فيها يمني وانت معي اتكلم معاك نهار دي الأول توقعاتك نيجيريا ولا كوديفور نيجيريا بس لماذا متوقعنا وانت لا بس نيجيريا اتأل نيجيريا متققى جدا متققى منظم ويصيروا عمل يعني عمل تركيبة كده بتاعة بطولة رغم النوم كانوا مقطعين وفي نيجيريا قبل البطولة ما تبدأ صحيح وكانش حد متوقع عمد ان الرجل ده هو اللي يعمل النتائج دي لكن هو أدرك يا فريقيا عمل ازاي وازاي أكسب هو قوي تنظيميا وصل من استحق ولا كان فيه منتخبات جديرة بأنها تكون موجودة في النهائي العرض ولو عايز انوال البطولة انتصر المنطق في بطولة اللا منطق في النهاية يعني هو عمت قدام منتخبين أخواء جدا ناسمها كبيرة قدمت بطولة قوية في بطولة كان كلها بره بره حسبت المنطق كلها مفاجئات لكن في النهاية وصل منتخبين أخواء جدا يعني هي أنا كنت أشوف النهاية النهاردة نيجيريا والسنغال بس هي المفاجئة يعني الحاجة الوحيدة اللي حصلت غلط في البطولة ان السنغال مش المغرب والسنغال لا لا نيجيريا والسنغال نيجيريا والسنغال نيجيريا والسنغال اه استنغال استنغال فيه ناس تقولك والله أنا كنت متوقع يخرج لأنه مستوى تغير لا هو السنغال الوحيد يعني نتقدر تقول ده على منتخب مصر لأنه اتعادل الأربع ماتشوات ما فاتش ولا ماتشوات لكن السنغال فريق كسب تلات ماتشوات سجل في كل المباريوات كان قوي جدا وفي المباراة الأخيرة فايز ومتقدم من أول المباراة استهتر بس يعني هو كان فيه تقيازه لبعض الشيء أو ثقة زايدة ثقة زايدة هو المغرب والسنغال شفتهم ثقة زايدة بالضبط أحساسهم بأنهم خلاص في النهائي بأقل مجهول ده هي لكن هم منتخبات أخوية جدا وهتشوفهم في البطولات اللي جاي مكملين بنوص القوة ومنتخب المغرب الجيل ده هيبقى قوي جدا جدا في البطولة المقبلة في المغرب الحسابات أفتح معك يا دوري أبطال طبعا سريعا وإحنا على بعد أيام من مواجهة الأهلي شباب بلوزاد بنرجع مرة تانية للبطولة شوية بعيدنا وشوية مطشات اتأجلت أو مطش واحد اللي هو مطش شباب بلوزاد اتأجل شايف المجموعة إزاي وتأثير الترتيب والأرقام على حسابات الفرقتين في مطش الجمعة اللي جاي شايف المجموعة تعقدت بلا لازم يعني احنا مكنش احنا كنو في غينة يعني ان احنا نعقدها بشكل ده كانت مبارا سهلة جدا في القاهرة واننا يقدر نحسمها ونكسل ثلاثة أربعة لكن لأسف احنا يعني عادنا المجموعة شوية على نفسنا أصبحنا ان احنا مطالبين باننا ما نقسرش في الجزائر يعني مهم قوي انك ما نقسرش في الجزائر صد لك الاهلي اللعب المطش ده غير الاهلي اللي فنش فترة ما قبل تعقف الدول يعني الاهلي بيتهالي قبل لبطولة أفريقيا ووصل للتوب فورم صحيح سواء في مشاركته في بطولة كاس العالم أندية صحيح او في اهلي كاس العالم واهلي السوبر النخبة يختلف عن اهلي دوري الابطال واهلي دوري الافريقي صحيح لا لا متفق معك جدا وخلينا اقول انك انا دلوقتي بقيت متفاعل شوية لأسباب لان انا بشوف ان الاهلي في الفترة الاخيرة دفع ضريبة غياب رودا سليم يعني رودا جاهز اه رودا دلوقتي اصبح جاهز انا بشوف وجود رودا سليم في كاس العالم الاندية كنا هنلعب نهاية خسارة كبيرة كنا هنلعب نهاية مرتاح جدا لان كان من الفرص اللي كانت بالضيق مش هتضيق في وجود رودا سليم لانه فعلا انا بشوفه هو اللعب الاقصر فعالية والصفقة المؤسرة جدا جدا في شكل الاهلي بداية هذا الموسم اللي حضرتك تكلمت عليه كان مختلف تماما السلام ابو علي بشوف انها تدعمات تدعمات قوية لكن انا بقول ليه امر كمال على وجه التحديد مهم للاهلي مش في هذا الموسم بس الموسم الجاية لان مع تراجع مستوى علي معلول واقتراب نهاية مشواره الاهلي محتاج لظهير بيعرف يقوم بأدوار الجناح شبه علي معلول انا عارف ان امر كمال مش ظهير ايصر مش هلع مكان علي معلول لكن هو في الكرة الحديثة انت على اقل تقدير يجب ان تمتلك وانده القدرة انه يطلع لقدام ويقوم بدور الجناح فيما اتعلق بالدعم الهجومي المروه بتحمل منطقة صناعة الاهداف فانت لازم يبقى عندك واحد من الاتنين بالقوة الهجومية دي اعتقد ان عمر كمال هو المعوض للفكرة انت حضرتك دائما بتتكلم انا مش بتتكلم عن اشخاص انا بتتكلم عن افكار وهنا بتكلمك عن فكرة خططية انك يكون عندك ظهير مهاجم الاهلي يمكن اقرأ من توفيق ومحمد هاني بيتميزه اكتر بالنواح الدفاعية مع تراجع مستوى معلول وتقدم عمره انت اصبحت في حاجة لزهير هجومي فعشان كده بشوف ان الاسرار على عمر كمال كان عن وعي وعن ادراك كامل انه اضافته هتبقى اضافة مهمة جدا فترة التوقف دي شايف يعني اصارت ازاي عن نادي الاهلي وازاي ترجع على مباراة صعبة في دوري الابطال خارج الارض في الجزائر وقدام شباب بلوزداد هو بالتأكيد يعني تأثيرها يبقى صعب جدا خاصة ان احنا عندنا لعبين راجعين من امم أفريقيا يعني مع نوعاتهم مش افضل حاجة يعني تأثروا بالنتائج تأثروا بالضغط الجماهيري تأثروا انت حان صعب الكولور اه طبعا طبعا في موقف صعب جدا خاصة ان انت بيتواجه خصم هو خصم منظم خصم بيعرف يلعب مشاكل صعب ازاي على ارضه بيبقى ند قوي جدا كمان ما تضررش من امم افريقيا يعني شباب بلوزداد ما عندوش اللعبين الدوليين اللي شاركوا زيك او عندوهم مشاكل زيك فبالتالي هو اختبار صعب جدا لكن في النهاية بنقدر نقول ان اللعبت الاهلي لما بتحط في الضغط ده يعني منشوف وجه اخر لفريق الاهلي فاعتقد ان احنا ان شاء الله قادرين قلت مهم ما نرجعش بخصارة يعني التعادل التعادل ثم الفوز على ينجي افريقيا نزف الكاهرة خلاص انت ضمنت الصعود فبالتالي اهم شيء ان احنا ما نخسرش في الجزائر الحقيقة فترة التوقف كان فيها مباراة ودية فيها كتير من الحاجات التي تطمن تقلق انتوني مودست عودة ريدا سليم اللي بعتقد يكون واحدة من اهم الاوراق في فريق نادي الاهلي الفترة الاخيرة بالتالي ان شاء الله رهان على ان احنا نشوف فيرجن الاهلي ما قبل بطولة افريقيا اعتقد كنا وصلنا لمعدلات اداء كتير من اللعيبة كتفاء على مستوياتها وبتقدم يعني مستويات مميزة جدا فان شاء الله بإذن الله متفقلين ومن بكرة هنتابع مع حضراتكم طبعا يوم بيوم ولحظة بلحظة السعادة الاهلي رحلة سفر والجزائر وان شاء الله بإذن للغاية لما نعود من الجزائر في مواجهة شباب الوزداد بنتيجة ايجابية زي ما قالت سعيد على الاقل واتمنى ان شاء الله ان نتيجة تكون فوز تفرق معنا جدا قبل الجولتين المتبقيتين سعيد بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا في السادسة انا لبشكرك جدا نصد احمد شفرا جزيلا حضرتك اتمنى دايما كل التوفيق لمنتخب مصر بكرا ان شاء الله حلقة خاصة نتكلم فيها على شباب الوزداد وهنتبع مع حضرتكم المجموعة اخبارها ايه اللي قلت كل الفرقة فيها اصبحت فرصها تكاد تكون متساوية وده بشوية هيزود من صعوبة الثلاث جوالات المتبقية للنادي الاهلي كل التوفيق للأهلي ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية معاكم بكرا حلقة جديدة في السادسة تحية لكم